سربت صحيفة أمريكية خبرا قالت فيه أن أوباما بعث برسالة إلى الإمام الخامنئي أبدى فيه رغبته بحصول تعاون مع إيران في مواجهة داعش وبالرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد وجود رسالة فإن خطيب جمعة طهران كرر مواقف الجمهورية الإيرانية من السياسات الأمريكية في المنطقة اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بنقل ما نشرته صحيفة وولستريت جورنر الأمريكية عن رسالة سرية بعث بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الإمام الخامنئي رأى فيها مصالح مشتركة بين واشنطن وطهران في محاربة تنظيم داعش وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تنفي أو تؤكد الرسالة فإن خطيب جمعة طهران السيد أحمد خاتمي كرر مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من سياسات الولايات المتحدة في المنطقة وخصوصا في فلسطين المحتلة وانتقد أن تصريحات سابقة أدلى بها أوباما قال فيها أن الإدارة الأمريكية لن تتخلى عن العقوبات حتى لا تتمتع إيران بالمصداقية أمام المجتمع الدولي وأكد خاتمي أن مصداقية إيران مستمدة من صمودها في المفاوضات النووية وفي غياب تأكيد وجود مثل هذه الرسالة فإن تسريبها الآن قبل الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيراني في سلطانة عمان يكشف عن وجود فريق داخل الولايات المتحدة يرغب في تعطيل اتفاق مرتقب بين إيران والمجموعة الدولية يضع حدا لثماني سنوات من المفاوضات الشاقة حول الملف النووي وبغض النظر عن الوسيلة التي تحدثت فيها واشنطن مع طهران حول خطر داعش فإن الفريق الإيراني المفاوض أعلن أكثر من مرة أنه يرفض مناقشة أي ملفات سياسية أو أمنية مع واشنطن في إطار المفاوضات النووية معلنا أن الأولوية لرفع العقوبات عن إيران الناطق باسم البيت الأبيض الذي تجنب التعليق على المراسلات الخاصة للرئيس أوباما مع حج زعماء العالم اعترف بحصول محادثات مع الإيرانيين حول داعش جرت على هامش المفاوضات النووية التي عكرها اليوم بيان الوكالة الدولية للطاقة عندما أشار إلى عدم تعاون إيران في بعض النقاط